واصل سمو شيخ حمدان بن زايد آل هيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الضفرة جولاته التفقدية في عدد من مدن الضفرة فقد زار سموه مدينة السلعة تفقد خلالها مشروع مسجد مرابع السلعة الذي يتسع لنحو ألف مصلن وبلغت نسبة الإنجاز فيه نحو سبعين بالمئة كما تفقد سموه مشروع الأراضي السكنية المستحدثة نتيجة هدم المباني القديمة ومن جانب آخر زار سموه شيخ حمدان بن زايد آل هيان كل من بخيت حميد بن سندية المنصوري وعلي زايد المنصوري وحمد خميس الحديلي المنصوري واستراحة حمدان سيف المنصوري وذلك بمدينة السلعة حرصا على الالتقاء بالمواطنين